كيف تستحققك؟ اتفع مليون في المئة طبعاً ليونالي سكلوني ليونالي مسي والثالث طبعاً صاحب القصة الكفاحة الشهيرة أميليان ومارتناز أنا كنت مبسوط جداً أنت بتتكلم في المقدمة وديته حقه إنه لما يكون عندك حارس كبير ودي رسالة يا كريم أيني أطلع من الكاسة العالم من ودي ثواني رسالة لكل حراصنا حراص منتخبنا حراصة عندها الكبيرة الحارس الكبير مش الحارس اللي بيظهر في المباراة أو اثنين أو ثلاثة الحارس الكبير اللي وقتاً ما بيحتاجه عشان بقى فريق بطل لازم يظهر في الوقت الصعب إميليان ومارتناز بسبب الكمباكت جيمي اللي كان بيعملوا ليونالي سكلوني عدد الكرات اللي كانت بتروح على المنتخب الأرجنتيني مش كتير لكن الكرات اللي كانت بتروح على المنتخب الأرجنتيني خاصة في لحظات فقدان التركيزي اللي تكلمنا عليها لما يروح لي في كل دور بعدي لقطة أسطورية صدة أسطورية لإميليان ومارتناز فنيجي هنا ونتكلم عليها في مباراة أستراليا والصدة اللي من جارانج في الدقيقة التسعين وكان هدف التعادل وبيصدوا بنفس الشكل وبنفس التكنيك إميليان ومارتناز يجي في دور التمانية ويلعب المنتخب الهولندي وبعد لحظات فقدان تركيز ويتعادل المنتخب الهولندي يتصدى لركل الجزاء ويمنح الأرجنتيني السعود يجي النهاردة في لقطة من كلهم ونائف في الدقيقة 122 لا طائع جازية لإميليان ومارتناز يروح لركلات الجزاء يسعد المنتخب الارجنتيني على منصة التدويج بصده لركلة الجزاء ورح مع كل الكرات حتى بتاع كيلة لينباباي في المباراة واحدة من الاثنين رح معهم وخدت إيده ودخلت في ركلات الجزاء أول تصيبها من كيلة لينباباي خدت إيده ودخلت الكرة اللي تلعب برا كان رايح معها إميليان ومارتناز بالنسبة لي كان لازم نديه حقا شكرا